أعلن نادي سحاب عن تعيين المدرب أمجد أبو طعيمة مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم ليكون ثامن المدربين الوطنيين في الموسم الكروي المقبل المزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع السباة الكروي الذي تعيشه كرة القدم الأردنية يبدو أن هناك حراكاً محلياً للمدرب المحلي في أندية المحترفين من أجل اختيار المدير الفني لكل فريق المتابع لسوق انتقالات مدربي المحترفين يجد أن المدرب الوطني يتصدر المشهد عن جدارة واستحقاق دغم دان في السابق نادي سحاب تعقد مع أمجد أبو طعيمة الذي سبق وأندرب الحسين إربت في الموسم الماضي وخاذ هذه التجربة مع الجزيرة أيضاً باقي الأندية جددت العهد مع مدربيها أمثال مغير السرحان الذي أبقى خالد الدبوبي والعقب مع رائد الدوود وصلت مع عدنان عوض وهذا الأمر ينطبق على الأهلي الوافد الجديد دوري المحترفين مع مدربه عماد رشيل المستغرب حتى الآن عدم إعلان الوحدات عن مديره الفني الجديد وكذلك الأمر بالنسبة للحسين إربت وهما يعتبران من الأندية التي ستنافس بقوة على اللقب ويضاف إليهم الجليل الصاعد حديثاً الذي حتى اللحظة لم يحدد مديره الفني الذي سيقوده في الموسم المقبل وقع المدرب الوطني جمال محمود رسمياً على عقد توليه مهمة المدير الفني للنصر الكويتي بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومساعده عصام محمود جاء قرار النصر بالتعاقد مع جمال بعد الخسارة القاسية أمام القادسية في الجولة الماضية من الدور المحلي خصوصاً أنه يتمتع بسيرة تدريبية مميزة حيث قاد منتخب فلسطين قبل عدة سنوات وأشرف محلياً على تدريب أندية الوحدات والرمثة وشباب الأردن وسحاب اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة معسكره التدريبي في تونس والذي جاء ضمن استعدادات الصقور المكثفة لملاقات الهند والفلبين في النفذة السادسة والأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2023 تضمن المعسكر ثلاث مباريات ودية حيث تعادل المنتخب في المباراة الأولى مع الجزائر بـ 81 نقطة وخسر أمام تونس بـ 66 نقطة مقابل 78 ليعود ويحقق الفوز على الجزائر في المباراة الأخيرة بـ 71 نقطة مقابل 70 نقطة تصدر لعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش قائمة التصنيف في وزن 71 كيلو جرام بعد الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية وكان عشيش قد حصد الميدالية الذهبية في بطولة الحزام الذهبي التي أقيمت مؤخراً في المغرب كذلك شهد التصنيف تقدماً للاعب المنتخب الوطني محمد أبو جاجي للمركز الرابع في وزن 60 كيلو جرام خسر اللاعب عبدالله شلباي نهائي بطولة وزارة الداخلية إحدى جولات تشالينجر للتنس التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين والتي أقيمت في البحرين وجمعت المباراة نهائية شلباي باللاعب الأسترالي تنسي كوكناكس المصنف رقم 141 عالمياً بشوطين دون رد وبواقع 6-1 و 6-4 حقق باريس سان جرمان فوزاً صعباً على ليل بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدول الفرنسي لكرة القدم وشهدت المباراة تعرض نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار جونيور للإصابة مما استدعى خروجه من الملعب وبهذا الفوز حافظ زملاء لايون المسي على صدارة الترتيب بـ 57 نقطة فيما بقي يليل خامساً بـ 41 نقطة أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم عن فسخ تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي مارسيلو بالتراضي بين الطرفين وانضم مارسيلو لصفوف أولمبياكوس مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء رحلته مع ريال مدريد وقال نادي أولمبياكوس في بيان رسمي عبر حسابه على موقع تويتر إن عائلة أولمبياكوس بأكملها تشكر مارسيلو لتعاونه ووجوده في الفريق وبحسب صحف إسبانية فإن مارسيلو سيغادر أولمبياكوس لتلقيه عرض من فريق أجنبي أعلنت سلطات وضبط الأسواق المالية الأمريكية تغريم نجم بوستن سلتكس السابق بول بيرس مبلغ مليون وأربعمائة ألف دولار بسبب مزاعم مضللة بشأن العملات المشفرة وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان أن بيرس تهم بالإعلان عن عملة مشفرة دون تحديد الحصول على أجر مقابل القيام بذلك بلغ ما يعادل 244 ألف دولار للترويج لهذه العملة المشفرة